ترقب عشق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي من مصرح الإذاعة المغربية فرقة التمثيل تقدم اللهم اجعلني مستأنسا بالوحدة عن جلساء السوق واجعلني تقيا ولمغفرتك ساعيا وبعطائك راضيا جارات أبي موسى جارات أبي موسى مسلسل الإنسان في حلقات عن قصة الأديب أستاذ أحمد توفي اقتباس وحوار محمد أحمد البصري إخراج الهشم بن عمر الحلقة الثانية عشر سامحيني يا ورقة سامحيني فقد ظلمتك نعم ظلمتك كيف؟ ما هذا الذي تقول؟ ظلمتني؟ أنت ظلمتني؟ أجل ظلمتك عندما تشبت بأنانية بغيضة ولم أفكر في شبابك وشيخوختي وضعفي أحلامك وطموحك ونزوهتي واندفاع حب التملك في نفسي وأنت أذكى من أن أشرح لك هو بعد؟ ليس لدي ما أضيف اسمعي لن أرفض لك طلبا مهما كان مهما كان قاسيا على قلبي بل ولو كان فيه حثفي وأشهد الله أنني لا تنطقى أرجوك لن تفرق بين ناسي والموت كيف سولت لك نفسك أن تعكر صفو ليلتنا بكلام سخيف؟ قل لي أتريدني أن أغني ثانية؟ أن أعزف نغما شجيا؟ أن أرقص وأرقص وأرقص؟ قل لي أطلب أي شيء يجعلك أسعد إنسان في الوجود أتسمي رفع منزلتي بين الناس طرا من الحضيذ إلى العلياء ظلمة أتسمي حبك العاصفة لي وتلبية كل رغبات بلا تردد أو تفكير ظلمة أتسمي حرسك الشديد على إسعادي على حساب راحتك وفداحة مسؤولياتك ظلمة حاول يا سيدي أن تظلمني كل يوم ألف مرة فأنا راضية بهذا الظلم وقابلة على أن يستمر ويستمر ويستمر ليس كل الرجال يظلمون نساءهم على طريقتك إذن لغمرت المحبة كل القلوب والنفوس والبيوت ولرحلت الكراهية والأحقاد والبغضاء عن دنيانا وإلى الأبد دعينا الآن من هذا وصدق الذي قال ولك الساعة التي أنت فيها أعيدي إلى النفس بهشتها وأسمعني شعرا أو طربا أو كليهما والله يا سيدتي لا أقول إلا الصدق كيف كيف يحصل هذا في بيت محترم وصاحبه ثاني رجل في الدولة بعد مولانا السلطان إنه استهتار وقلة حياء كيف ينزل قاضي القضاة الرجل الورع الوقور إلى هذا المستوى من الضعة والميوعة هي المسؤولة ما في ذلك شك أحالت حرمة البيت الطاهر إلى ماخور أعيد على مسمعنا ما رأيت وسامعتي وتأكدي أننا سوف نكتم سرك عن مولانا القاضي وبالتالي لن يطالك مكروه ذهبت في جوف الليل كعادتي وكما طلبتن مني إلى بيت نوم مولانا بعد أن تناهت إلى سمع ضحكات وحركات غير عادية ورأيت من ثقب مفتاح البيت آه ويا له هول ما رأيت وسمعت نعم قولي تكلمي رأيت مولانا وقد شد حزاما على وسطه على غرار ما تفعل بعض الراقصات الإسبانيات وأخذ يهوز بطنه وهو يضرب على الدف واللحينة تحزف على عود أنغاما شجية وتغني بصوت ملائكة حدب وكأنه السحر الحلال اخرصي من هذا الوصف هو كأنك تحببين إلينا هذا المصخ الكري أتمي أتمي كلامك وفجأة ألقت العود جانبا وأخذ الترقص على إيقاع الدف رقصا بديئا وهي شبه هارية ومولانا يضحك ويمرح وكأنه طفل صغير ثم ألقى بدوره بالدف وارتمع على قدميها يقبلهما بنهم شديد وما هي إلا لحظات حتى تعال شهيقه وبكاؤه وهي تقوم بملاطفته والتخفيف عنه كفا كفا فهمنا البقية هكذا أردت نهايتك أيها العجوز المتصابي أذلتك صبية فاجرة ودمرت ما تبقى من وقار كواعبتك لتمرغ لحيتك البيضاء في التراب الوسخ اذهبي اذهبي أنت إلى شغلك وما العمل الآن؟ هل نسكت عن هذه الفضيحة المنكرة؟ هذا أمر طبيعي هل نسيتي؟ أمر طبيعي؟ وما الذي نسيت؟ هل تذكرين يوم جاء بك إلينا زوجي؟ أقصد زوجنا وكنت صبية في مثل سني وقوامها به تتمخترين أمامنا بلباس بعيد عن كل احتشام تضحكين وتمرحين وترقصين شبه عارية وتغنين هل نسيت ذلك؟ وعندما عات ابناك على ذلك التصرف الغير اللائق كان جوابك على لسان زوجي أقصد زوجنا أن الأمر طبيعي بين الزوج وزوجته وأن ذلك من الخصوصيات التي لا ينبغي التدخل فيها لكنني لم أكن بمثل وقاحة ورقاء وخرجها عن المألوف العادي كلنا ننسى أو نتنازى إنها الحصرة فقط تحيل الأشياء أمامنا إلى خوارق غير عادية الحصرة؟ ما تعنين؟ الحصرة على الأيام الخوالي على الشباب الغابر فلو كانت ورقاء في مثل سننا الآن لما أثارت كل هذا الانتباه والسخط لا بد من الاعتراف بأنها الآن الأجمل والأرق وإذا كان تصرف زوجي أقصد زوجنا غير لائق فهو المسؤول لا ورقاء لا داعي لذلك فقد تعودنا مال الغيرة بين النساء من تأثير خطير على النفوذ وأصبحنا بعد إنجاب أولاد وبنات يسيطر علينا هاجس واحد هو التفكير في مستقبلنا ومستقبلهم فالدم المشترك بيننا والتآلف والتجانس المشترك طيلة هذه السنوات أصبح يفرض علينا طقوسا تكتسي طابع العقل قبل العاطفة وهذه الطارئة الآن؟ هذا هو بيت القصيد وهي التي يجب أن نعمل لها ألف حساب بدل أن نغار منها ونبحث لها عن عيوب فكل ذلك مضيعة للوقت فضرب الحديد ساخنا يجعله لينا ونشكله كما نشأ نريد توضيحا هذه الجديدة الطارئة كما قلت لا بد أن نخرجها من عالمنا إما مشيا على الأقدام أو محمولة على نعش ونسدل الستار على ليل بهيم حط علينا بكلكله كالغراب ليست هذه عادتك ما الذي تشكه يا عبد الله؟ فعلا لست على ما يرام مجرد هواجسة تابني بعد أن مرت سنة كاملة على رحيل ابنتي شاما وزوجها القاضي لم تصني منها أخبار اطمئن يا أخي مجرد وساويس لا غير الأخبار السيئة لا قدر الله هي التي تصل بصرحة البرق هذا مولانا القاضي ابن الحفيد مقبل في اتجاهنا أستودعك الله سأعود إلى عملي يا إلهي قليلا ما يزورنا هذه الأيام اللهم أسمعنا خيرا أهلا أهلا يا مرحبا أهلا بمولانا القاضي السلام عليكم وعلى مولانا أزكى السلام كيف حالك يا عبد الله الحمد لله بفضل الله وفضل مولاي تعالى لنجز قليلا هناك تحت شجرة التوت الشمس حارقة مع أننا في بداية الربيع ومع ذلك فالجو في الظل لطيف جدا والنساء معاليلة تفضل تفضل يا مولانا هيا أين وصلت في المهمة التي أمت بك؟ أعددت كل شيء يا مولانا قمت وبعض التقات من القرى المجاورة بتنظيف قصر مولانا وترتيب آتاته على الطريقة التي طلبتم وغيرت السطور القديمة بالأخرى الجديدة وأصبح جاهزا لاستقبال ضيوبكم لا لا لن يكون هناك غريب أنا وأسرتي وزوجاتي وأبنائي والخيام التي طلبت إقامتها خارج القصر هي لبعض المفضلين من أصهاري إنها نزهة الربيعية أقيمها كما تعلم كل سنة للترفيه عن النفس والتمتع بمواهج الطبيعة ولو لمدة أسبوع سنة الحميدة يا مولانا أيحب سيدي رؤية القصر في حلته الجديدة هل أحضر المفاتيح؟ فيما بعد عندي لك خبر سعيد فهناك وفد سأبعث به إلى القاد الجورائي سهرك مع إطلالة الشهر القادم فالسعد لمرافقته لا شك أنك اشتقت لرؤية شاما وزيارتها بضعة أيام تعود بعدها إلينا الله إنها أكبر فرحة تغمرني بها يا سيدي وأعظم منا شكرا شكرا يا مولاي شكرا لكم دعا كهذا الفضول أنت حلاق بسيط ولن تقوى على مواجهة رجال السلطة لكن هذا ظلم؟ وأي ظلم في حق ذلك الزاهد المتعبد؟ أبي موسى؟ ولكنهم عازمون على بناء أضخم مشروع في حياة مدينة سلا ويتنبأون بأنه سوف يدر الأرباح الطائلة على كل سكان المدينة ولم يجدوا سوى الأرض التي يقيم فيها أبو موسى كوخه المتواضح؟ لقد هدموا كوخه أمام عينيه فأخذ يبكي بحرقة وعندما اقتربوا منه ألقوا به أرضا وجروه بكل وقاحة خارج المنطقة أهذا عدل؟ أهذا إنصاف؟ يا رجل يا رجل المصلحة العامة تقتضي ذلك أية مصلحة تلك التي تحرم وتحلل وتعمل ما تشاء في البلاد والعباد أسكت أسكت وإلا قطع لسانك أسكت عندما حوتوا التصدي لهذا المنكر نعروني وهددوني إن لم أتنحى عن طريقهم وسخر مني أحدهم قائلا إذا كنت تعطف على هذا المعتوه أسكنه في بيتك ومن سيقيم في هذا البناء الضخم عندما ينتهون من أعدادهم؟ يقولون سوف يكون فندقا لاستقبال الغرباء من الأجانب ومركزا للتجارة وأطلقوا عليه اسما غريبا بيت الزيت بيت الزيت حقا حقا اسم الغريب ربما ينون جعله مركزا لبيع الزيت البلد بالجملة بعد كل موسم عند الانتهاء من جني الزيتون وعصره فسوق الزيتون رائجة عندنا وتدر الأرباح الطائلان الذي يعنيني هو مصير أبي موسى وقد قررت أن أقوم بحملة مع الذين يحبون ذلك الرجل الصالح ويؤمنون بمكرماته وما الغاية من هذه الحملة؟ أتريدونها حربا ضد السلطة وقراراتها؟ لا إنما نطالبهم بإيجاد مأوال الرجل أفي هذا عيب؟ أو إشعلوا حرب؟ لقد نصحتك لقد نصحتك أن تبتعد عن هذا الفضول وأنت حر يا رجل لقد أعذر من أنظر أستودعك الله أستودعك الله مع السلامة مع السلامة ما كنت أظن صديقي هذا بمثل هذا الجبن وصدق الذي قال لا تعرف الرجال إلا في الشدائط السلام عليكم أهلاً أهلاً بالحاج عبد الوهاب مرحباً جئتك ببشرة سعيدة بعد الذي رأيته من موقفك مع البنائين في دار الزيت الهديدة بشرة؟ مرحباً ببشرك يا سيدي الحاج بمجرد معلم مولانا القاضي ابن الحفيد بمصير أبي موسى بعد هدم كوخه أمر له بإقامة مؤقتة في دكان مهجور وقديم بجواره وسجل عليهم أمره بإعطاء الرجل بيتاً داخل بيت الزيت بعد إتمام بنائه كتعويض له عن كوخه الحمد لله وعاش العدل بيننا بلسماً لكل الجراح فعلاً هي بشرة تثلج الصدر والقلب بالحبور والسرور وكفى الله المؤمنين شرمك كنتم في الاستماع إلى الحلقة الثانية عشر من مسلسل جارات أبي موسى شارك فيها رشيد الحراق نجاة الخطيب محمد أحمد البصري أحمد الناجي الهاشم بن عمر يسين أحجام فاطمة الزهراء أحرار سعاد الرتبي محمد تويرتو جمال بن شيبة وإكرام البصري ضبط الصوت وسجل الحلقة الحسين الخرمودي وفاطمة لتيمي منتاج ومكساج حميد زيان موسيقى